السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله رح نحلو نموذج فروض الفصل الثالث لسنة الرابعة متوسط اذا هذا النموذج رح يكون عبارة عن نموذج من الفصل الاول والثاني وقواعد من الفصل الثالث اذا هذا مزيد لجميع الفصول لانه كاين بعض التلاميذ مازال ما لحقوش للوحدة الاخيرة في الكتاب اذا هذا النموذج رح يكون مناسب جدا اذا نبدأ على بركة الله بسم الله إذا تجربة تعيشوفو هنا رح لفرنسا رحي من لاند ماركس الوحدة الاولى ومماريبول هنا وملا تنتسى ذكرة من ذكرياته اللي عاشها من قبل اذا سافر هو وزوجت من لندن الى باريس بالسيارة وحبي شوف مدينة الأضواء لانه باريس تسمى مدينة الأضواء ومدينة فيها تاريخ عريق اوكي جدا وكان حب من أول نظرة مع لي مع باريس انا رو يحكي على وشكلة وأول مرة تم كذا يقول مكلة الفرنسية ونراحو أيضا وحكينا وش طلب كانوا يوم العام الجديد اللي هو الكريسمس والحوانة كامل كانوا مغلوقين إذن بقوا غير يدور هو والزوجة انتاعوا ويديروا في سياحة في بارس كاملوا الفقرة الأخيرة إذن هنا عجبته فرنسا بزاف وأعد روحوا أنه يتعلم اللغة الفرنسية باش كي ولي المرة الجاية يكون يعرف يتكلم فرنسية إذن هذا هو النص انتم دائما في النصوص في الفروض أو الاختبارات أقرأوا النص على الأقل مرتين باش تكون عندكم فكرة حول ما يدور عليه الموضوع ننتقلوا الآن إلى الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع وهي الأسئلة الخاصة بالنص السؤال الأول رايحين نربطه عدنا كل بارغراف مذكور فيها لهم أفكار أساسية كل فقرة تعبر على فكرة عدنا بارغراف 1, 2 and 3 The writer's opinion about Paris Drive-in to Paris French landmarks and food أربط كل فقرة على وش تعبر Activity 2 What do the underlined words in the text refer to عدنا which and where على وش يعودوا في النص أقرأوا وش كايين قبلهم تلقوا الإجابة Activity 3 رايحين تشرحوا كلمة delicious and journey من النص احنا دائما الأسئلة لتكون حول النص ركزوا معها لأن الجواب يكون أمام أعينكم نشوفوا الآن التمرين الثاني نشوفوا الآن الجزء الخاص بالقواعد Marty of Language عدنا Activity 1 Turn the following sentences into the passive form General عفوان Antoine Avisord Established the botanical garden of Hamam in 1832 The garden hosts hundreds of species from all fields of agriculture and botanical research هنا from active to passive Activity 2 Fill in the caps with the suitable words هنا الكلمات رحي نديروهم وحدكم Algees is the city of Algeria It in the west side of bay of the Mediterranean Sea Casbah ندخل دام دفخيك عند مقام شهيد are the most famous in Algees هنا الفراغات تعمرهم انتوما لأنكم قليطوهم فيما سابق في دروس Landmarks إذن هذا هو التمرين الثاني نروح الآن للتمرين الموالي Activity 3 Classify هنا the words according to their drift tongues عندنا Royal Power Lower Lower عفوا أنت Fire عندكم أربع كلمات حطوا كل كلمة على حسب النطق انتع Trif tongue انتحا وهنا مدلكم الأمثلة باش يسهلوا عليكم الحلول وكيفية النطق وتقدروا تجاوبوا والتمرين الأخير هنا هو الوضعية الإدماجية You certainly have spent an unforgettable holiday here in Algeria or abroad in a foreign country قال لك هنا قضيت عطلة ما تقدرش تنساها يا في الجزائر ولا في الخارج Your mates are excited to know more about this trip الجمالة أكرم حابين يعرفوا حول هذه الرحلة You decided to share it with them on your Facebook wall Write a short report about this unforgettable trip رايح تشاركها مع زملائك رايح تكتب عليها هذه الرحلة mention هنا تذكر What the weather was like كيفاش كان الجو Places of interest Monuments and landmarks you visited Food and dishes you tasted وين رحت وش زرت معالم أثارية وشنوهما الأطباق والمكلة اللي ضقتها في ذيك البلاد ولا في أي ولاية إذن هذا هو الموضوع هنا معليكم غير توقفوا الفيديو وتحاولوا وحدكم واللي حاب يطبع الموضوع راهوا في بنك الفروض والاختبارات يطبعوا ويحاول فيه ثم يقارن الإجابة نتاعوا بالإجابة الموالية إذن تبعوا معي لآخر الفيديو باش نشوفوا الحلول أمعابا إذن التمرين الأول الخاص بالربط إذن Paragraph 1 The drive-in to Paris Paragraph 2 French landmarks and food Paragraph 3 The writer's opinion about Paris Number 2 عدنا which تعود على the trip وwhere تعود على Paris دائما أقرأ وشكاين قبل الكلمات اللي تكون بالخط الغاليض تعرفوا على وش تعود عدنا the synonym of delicious هو so tasty and the synonym of journey هو a day حسنا أيضا نلقينهم في النص نشوفوا التمرين الموالي الجزء الخاص بالقواعد إذن التمرين الأول حولنا الجمل from active to passive إذن الجملة الأولى the botanical garden of Hammam was established by Antoine in 1832 and الجملة الثانية hundreds of species from all fields or fields are hosted by the garden ثم عدنا Algees is the capital city of Algeria it is situated ولا it is located نفس الشيء west side of bay of the Mediterranean Sea كسبة نتخذ دام دافخيك مقام الشهيد are the most famous landmarks in Algees the most famous landmarks in Algees إذن هذا هو الحل نتعتمرين القواعد نروح الآن للتمرين الثالث في هذا القواعد إذن هنا حطينا كل كلمة على حسب النطقة تعترفتونج انتحا عدنا royal loyal power tower lower followers giant وين عند fire fire giant أوكي هذا هو النطق نتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية وهي عبارة عن وضعية إدماجية بسيطة وقسيرة كل واحد يحكي على الرحلة نتاعه والبلد ولا الولاية اللي زرها وهنا كل واحد يدير وضعية اللي يقدر لها ويعرف لها I can't forget my wonderful trip to Annaba it was unforgettable I went there with my family we visited the forest of Sireidi and we stayed at the fascinating hotel called الفتح it was a real masterpiece هنا masterpiece معنتها قطعة فنية الفندق كان مبني بنا كأنه قطعة فنية a real masterpiece نكملو we went to an old restaurant there and we had all the famous dishes like شخشوخة and البريك which is a big size buraka full of meat eggs and onion it was so tasty and yummy we went back home after spending five days we were very happy and joyful I will never forget that trip when I was twelve years old old نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يفيدكم وتستفادوا ربي يوفقكم وينجحكم يا رب موسيقى